حياكم الله مشاهدنا الكرام أهلا بكم عبر الفضائية الفلسطينية بالفم الملآن نرحب بكم من جديد ونعود لحضراتكم لمتابعة باقي فقرات البرنامج كان نفروض تكون معنا السجأ والسجود الكلاني مبارح ولكن لظروف تعثرت طبعا جيدة لهون فعشان هيك منقولها الحمد لله على السلامة ومنرحب فيها صباح الخير يعطيكم العافية إيش اللي صار معكم بارح والله إش اليهود وإحنا جايين حكونا أنه أنتو خلفتوا الخط فحكونا خلاص أخذوا مننا السيارة وحكونا أرجعوا شميك هل السلامة طيب ألف الحمد لله على السلامة وبتعرف في الاحتلال دائما يحاول إعاقة جميع الفلسطينيين راح نشوف صور على الشاشة بعد شوي ونشرح كل صورة بالتفصيل بخصوص المنحوتات سجود بطاقة تعرفية عن حالك كيف بلشتي كيف درستي بأي جامعة من اللي خلاك تدرس الفن من اللي دعمك تحكي لنا من البداية أنا سجود إبراهيم الكلاني من جنين حبت الفن من زمان وأنا صغيرة وحبت أدخل في هذا المجال وأتعرف عليه أكثر أغوص فيه أكثر كنت أشوف أختي الكبيرة طبعا درست فن عشان هيك حبت كنت أشوفها وروح معها على الجامعة حبت أني أتخصص في هذا المجال أكثر ولما كبيرة طلعت مستمر على هذا الحلم حتى أمشي فيه ولما كبيرة قررت أن أدرس تخصص فن الخزف في جامعة النجاح والحمد لله تسترت كل الأمور بس بتحسي بأن الإقبال بيكون مش كثير الإقبال مش كان كثير بس اللي عنده حلم واللي عنده مشوار حابة أنه يوصل له أكيد رح يوصل له قبل ما تفوت الجامعة ما كان في أي منحوتات ما كان في أي رسولات لا لا ما كان في أي إشي بس كنت أنا حابة أن أمش في هذا المجال كنت يعني عندي هواية بالفن كنت أدرس يعني بالمدرسة كانت أي معرض يصير كنت أشارك فيه إيش إش طبيعة المشاركات كانت في الرسم إش هو يعني إش بسيطة إشاء بسيطة معارض بسيطة في محافظة الجنين وهيك بس رسم بس هيك بس لما دخلت في الجامعة طبعا دخلت على مجال جديد إنه هون ناحية اللي أنا نفس فيه من زمان كانت لأول مرة بدي أشطل يعني أتخصص في هذا المجال وأعرفه وطبعا الحمد لله لما دخلت على الجامعة كان الأساذي تشجعونا كثير وبشكر الأستاذ عبد الله صالح والأستاذ كمال زيدان إنهم دعمونا كثير وساعدونا كثير في مجالهم وعطونا خبرتهم اللي واسعة كثير أعطونا وبشكر كمان أهلي اللي دعمونا كثير أهلي الحمد لله وتتابعوا معي طب كنت بدأسلك على هذا الموضوع بأنه اللي كان داعم إليك وبالإضافة الأستاذي اللي كانوا موجودة بالجامعة ممكن هم أكبر عامل أساسي لمساعدة الطالب وخصصا إن أبدع بيعملوا على عملية تطوير هذا الإبداع أكيدا كانت المساعدة حستيها بأنه بالقدر المطلوب الحمد لله كانوا كثير تعبوا معنا بالجامعة لأنه كانوا أول تخصص أول دفعة بتدرس فن الخزف في الجامعة فتغلبوا معنا الأستاذي وساعدونا كثير أعطونا من حبرتهم كثير طب إحنا على كل حال رح نشوف الصور بعد شوية على الشاشة على أساس أنه نشرح كل صورة وبأي مكان كانت وانتي عملتي شيء لمخروع خلينا نقول مشروع التخرج صح كانت الصورة الأجمل دعونا نقول اللوحة المنحوطة ورح نعلق على شغلة كمان عندكم في يعبد في جنين على مدخل البلد جدارية جوات البلدية رح نشوفها بعد شوي للحديث عنها إن شاء الله طيب بدي أسألك سجود بالنسبة لطلاب الجامعات اللي اختاروا وتخصص الفن برأيك بأنهم في البعض ما أصاب في هذا الاختيار كونهم أنهم ما كانوا من قبل مبدعينهم مجرد أنهم بسمعوا عن الفن وخصوصا الخزف مثل ما حكيت المنحوطات اللي شفناها وبنشوفها فممكن هذا يعمل لهم أنه عملية عدم نجاح أو عدم إبداع فلازم يكون برأيك إبداع ونجاح ما قبل الجامعة وموهبة من الله سبحانه وتعالى قبل دخول هذا المجال مثل الصحافة والإعلام مثلا واحد ما عندهش الموهبة ولا الكفاءة ولا حتى الإبداع لشو يدرس هذا المجال شوفوا أول إيش لما لوحد يكون عنده هدف أكيد رح يوصل له حتى لو ما كان عنده موهبة أكيد طول ما لوحد نستمر في إشي عنده أمل أنه يوصل له أكيد رح يوصل له فبتصبر طبعا أول إشي وبالإسرار على الإشي اللي بديوا إياه أكيد رح يوصل له هدف وبعدين بالفن أكيد لازم تكون في موهبة ولازم تكون في موهبة عند الشخص عشان يدخلها بس اللي عنده أمل أنه حتى لو ما كانت الموهبة أكيد رح ينجح في هذا الإشي طيب سؤال بالنسبة للجدارية اللي عملتها بيعبد هاي كانت اقتراح منك ألا حد حكالك عن ربوه كانت اقتراح منها كان مفروض أنه تدريب عملي في الجامعة عندي فأنا حكيت يعني ليش أنه أنا أشتغل لحالي يعني أروح على المؤسسة بس تشغلني وأكتب إنه دربت فحكيت إنه أفيد وأستفيد روحت ع البلدية وحكيت لهم اللي بدي أعمل جدارية وشو رأيكم هيك والله رحبوا فيه كثير لكن كان هناك دعم من قبلهم صح؟ أكيد هم اللي دعموني يعني كل إشي ماد ومعنى والحمد لله كان رحب بالفكرة ودعموني وأي شي كانت مساعدة منهم يعني أي شي طلبتوا كانوا أعطولي لبولية ما تغلبنا معهم اشتغلت عندهم ثلاثة شهور في هاي الجدارية طيب حضري حالك جهزي حالك الآن رح نعلق على الصور اللي رح تظهر معنا على الشاشة كل صورة كيف كانت كيف تمت وكيف اشتغلت عليها إن شاء هذه صورة الأولى صورة المشروع التخرج كان اسمه المخاض العسير بيحكي عن الصعوبات اللي إحنا منواجهها الشعب الفلسطيني شبهت الألم من المرأة الفلسطينية لما تولد بجنينين كي بتكون الصعوبة يعني هو الألم اللي بتعيشه المرأة لما بالولادة بتكون أثاني أصعب بألم يعني بعد الموت فإحنا شبهت هاي الصعوبات في في الألم المعانا اللي إحنا منعيشها كيف إحنا عايشين شعبين في بلد واحد في وطن واحد من وين جاءت الفكرة على هاي الصورة وبالإضافة كمان قدي اشتغلت عليها لانكون هاي مشروع التخرج عفوان اشتغلت عليها فصل كامل في الجامعة الفكرة إيجت كنت أنا بحب أقرأ شعر يعني أقرأ شعر وأكتب شعر فكانت في قصيدة لهشام الجخ اسمها التأشيرة عجبتني فيها آخر مقطع بحكي فيه أنا باقن وشرعي في الهواء باقي سقينا الظل أدعية سقينا الجهلة أدعية مللنا السقي والساقي أحذركم سنبقى رغم فتنتكم فهذا الشعب وموصوله فحبائلكم وإن ضعبت فحبل الله مفتوله عجبتني الفكرة وضليت أبحث كيف أني بدي أشتغل أطلع إشي حلو يجي بالسادة ويجي بالناس كلهم فأحكي إسا يعني ضلينا نتناقش أنا والأستاذ وطلعنا هاي الفكرة هذا الجنين وأنا أشتغل فيه بعد ما أجهز قبل عملية الحرك طب المواد المستخدمة فيه؟ هي الطينة المستخدمة فيه هاي صخرة عملتها وأنا في السنة ثانية جامعة موجود فيها رمز كنعني كانت بأشرف الأستاذ كمال زيدان اغلبتك؟ لا مش كتير لا الحمد لله هاي منحوتي برضو في الجامعة شتغلتها كان مطلوب منه إنه نشتغل ننحط وجه لحيوان معين وندخل عليه طريقة سريالية إنه إشي مختلف عن الواقع فكان في دخلت بس الرأس في موجود كمان طلعت في عليك كتابة كنعانية وفي حلسانة بس مش مبينة طيب شوف صورة شباب اللي بعدها عشان التعليق عليها بشكل مباشر من سجود هاي كانت برضو حكا طريقة سريالية إنه إدخل إشي غير عن الواقع كان فكرتي أنا طول مجال دراستي إنه إدخل الكتابة كنعانية هاي الكنسبة اللي أخدتوا أنا في مجالي دخلت البيض كشرة البيض مع الكتاب الكنعانية إنه رمز مقالنا طيب يعني إحنا عملنا بنشوف الصور بتظر على الشاشة هاي كمان صورة تانية هاي منحوتي أول شغل إلي في الجامعة كانت هي هاي عن الفراعن بتحكي جاب لنا صورة لأستاذ وحكونا كل واحد يطبق الصورة اللي بديوا بها فاشتغلت هي أنا كانت بداية شغلي نعم طيب يعني ما زلنا بنشوف الصور اللي راح نكملها بعد شوي طيب بخصوص المتابعة بخصوص التطوير بدي أعلق من 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 الصورة الأخيرة للصورة الأولى شوفنا بإنك أنت حكيتي هاي أول عمل إلي في الجامعة جامعة النجاح وشوفنا الصورة الأولى كان مشروع التخرج الفرق ما بين بداية العمل والدراسة والموهبة وحتى النهاية فيه هناك تطور أم النسبة زادت بقية على ما هو عليها هاي أمور لازم يكون فيه هناك كل فترة وفترة متابعة مثل ما سألت بل شوي تقييم أكيد فيه فرق بين سنة أول لما دخلت على الجامعة أول مرة بمسك سنة أخيرة فكل مرحلة إلها دورها يعني بالمرحلة الأخيرة كان كيف أنه نعمل مجسمات منحوطة كيف أنه نشتغل على نحت الجسم وهيك يعني أول ما كنا نعرف هذا الحقيقة كنا نشتغل بس شغل على الجداريات وهيك بس مرحلة المتقدمة آخر سنة صرنا نشتغل ثلاثي أبعد طيب سجود كلمة توجيها للطلاب اللي حابين يدرسوا هذا التخصص وإن كان فيه هناك معلومات حب تضيفيها قبل نهاية هذه الفقرة والله أنا بحكي أنه كل واحد عنده حلم لازم يستمر فيه شو ما كان فيه صعوبات وواجهها لازم يستمر فيها ويخلي عنده أسرار وبتمنى أنه من الجهات الدعم أنه تدعم اللي عندهم مواهب بيك ما ينسوها شكرا سجود كيلعني فنانة فلسطينية موهوبة من يعبد من جنين شمال الضفة الغربية شكرا لحضورك عندنا في السوديو الفلسطينية برنامج الله يصبحكم بالخير تحياتنا إليك وموفقة إن شاء الله إلى الأمام وعقبال ما نشوفك فنانة فلسطينية بترفع روسنا في كل مكان من هذا العالم نتابع نحن وإياكم البرنامج نبقى على التواصل من خلال الفضائية الفلسطينية والمتابعة حتى الحادية عشر صباحا ساعة من الزمن إن شاء الله لأنه ساعة دقيقتين بعد ساعة عشر على ذمة اللابتوب ما بعرف مخرجنا دي ساعة صحيحة كل شي تمام مزبوطة يعني أنا ما بجيب شيء من عندي خلاص طيق سنعود لحضراتكم بقوا أيانا